كشف مرشح الحزب الجمهوري للانتخابات الأمريكية دونالد ترامب عن يتهي إغلاق الحدود ومنع وصول المهاجرين إلى بلاده حال فوزه في الانتخابات فيما واصلت المرشحة الديمقراطية للانتخابات الأمريكية كاملا هارس في تجمع الانتخابي في بنسلفانيا هجومها على ترامب مشيرة إلى أنه يثير قضايا لا تهم الأمريكيين يواصل مرشحات رئاسة الأمريكية الجمهوري ترامب والديمقراطية هارس جولاتهما الانتخابية في سباق مع الزمن لكسب مزيد من الأصوات ولا يزال ترامب يتمترس وراء قضية الحدود والهجرة مستغلا قلقا شعبويا أمريكيا من معدلات الهجرة ترامب في تجمع الانتخابي في لاس فيغاس وهي إحدى الولايات المتأرجحة وصف نفسه بأنه سيكون رئيس الحدود بدءا من اليوم الأول سأغلق الحدود وأوقف غزو المهاجرين سننفذ أكبر عملية ترحيل للمجرمين في تاريخ الولايات المتحدة من جانبها تسعى هارس جاهدة للبناء على ما حققته في مناظرتها ضد ترامب فهي تعي جيدا أن السباقة سيظل متقاربا حتى الأيام الأخيرة هارس في تجمع انتخابي في بنسلفانيا قالت إن ترامب لم يأتي بجديد وإنه ما زال يكتر قضايا قديمة بعيدة عن اهتمامات الشارع الأمريكي تحدثت عن القضايا التي تهم العائلات مثل خفض تكاليف المعيشة والاستثمار في الشركات الأمريكية الصغيرة وحماية الحرية الإنجابية والحفاظ على أمتنا آمنة لكن هذا ليس ما سمعناه من ترامب بل كان نفس العرض القديم ونفس قواعد اللعبة التي سمعناها لسنوات دون خطة حول كيفية تعامله مع احتياجات الشعب الأمريكي حان الوقت لطي الصفحة هاريس تلعب على وطر خلفياتها الاجتماعية لتؤكد لجمهور الناخبين أنها لن تنسى أبداً الطبقة الوسطى التي نشأت فيها وأنها تمثل جيلاً جديداً في السياسة الأمريكية ويجمع خبراء المناظرات الرئاسية الأمريكية على أن الانتصارات في المناظرات الرئاسية لا تعني بالضرورة الفوز في الانتخابات وهو ما يستلزم من المتنافسين الرئيسيين العمل حتى آخر ذقات الساعة قبيل يوم الصمت الانتخابي